تحت وطأة سنوات من الحرب يعاني الملايين من اليمنيين أوضعاً إنسانية صعبة حرباً دفعت بالغالبية العظمى من المواطنين إلى حافة الفقر بعد أن اجبرتهم على النزوح وترك وظائفهم هرباً من مناطق الصراع ومع مرور نحو ثلاثة أعوام من الحرب بات أكثر من عشرين مليون يمني بحاجة إلى مساعدة إنسانية في مختلف القطاعات وفق تقرير أخير لمنظمة اليونسيف المنظمة الأممية أكدت أن أكثر من نصف المحتاجين هم من الأطفال والذين يزيد عددهم عن أحد عشر مليون طف تداعيات الحرب في البلاد تسببت أيضاً في انهيار المنظومة الصحية والخدمات بشكل عام بالإضافة إلى انهيار الأعمال وتوقف الوظائف العامة والخاصة وتعثر مصادر الدخل للمواطنين ما تسبب في خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة ومع تنامي حدة الحرب التي تشنها الميليشيا في أكثر من محافظة باتت أعداد هؤلاء تتزايد في وقت تبدو إمكانية مجابهة آثار ذلك ضعيفة في ظل غياب الحلول العاجلة لوقف ذلك التدهور